لجنة المرأة رقم 44 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلته وعلى القرار رقم 21 لسنة 2020 بشأن لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية وبناء على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة يعدل مسمى لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية إلى لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة وتهدف إلى ضمان مشاركة المرأة البحرينية في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة وذلك من خلال استثمار فرص التعليم والتدريب والتوعية بها وبما يساهم في توسيع الخيارات والفرص المتاحة في مجالات العمل الواعدة للمرأة ونص القرار على أن اللجنة تشكل برئاسة سمو الشيخ حصة بن خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى لمرأة وتضم في عضويتها شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل اللجنة واختصاصاتها وإصدار بهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة